السلام عليكم ورحمة الله مواصلين الحديث في عمليات البلورة ونتكلم عن جانب هام للغاية وهو حقيقة عملية البلورة من العمليات العمليات الطاردة للحرارة نحن عارفين في الهندسة الكيميائية وزي ما درس أبنائنا في لدينا عمليات إكسو ثيرميك طاردة للحرارة وعمليات إندو ثيرميك في حالة الإكسو ثيرميك بروسسيز أو رياكشنز نجد بأن درجة حرارة المحلول ترتفع مع استمرار هذه العملية عملية زيادة الارتفاع في درجة الحرارة يسمى ب حرارة عملية البلورة وهي الحرارة الكامنة التي تنشأ وتظهر في المحلول بسبب تكون البلورات التي نشأت من هذه العملية دية من المعلومات الحامة للغاية الكrystalization process is an إكسو ثيرميك بروسس كمية الحرارة ناتجة الناتجة من In this exothermic process, تعتمد على درجة الحرارة التي تحدث فيها عملية البلورة وتعتمد على a level of concentration, a level of super saturation of that particular solution when the crystallization process started to occur. A heat of crystallization equals the heat absorbed by the crystals dissolving in a saturated solution. Heat of dissolving depends on the heat solution and heat of dilution. هذه البيانات توجد في tables تعطي قراءة ما بين درجة الحرارة التركيز والlevel of saturation. المعلومة الهامة التي لا بد طالبا ينتبه إليها أنه crystallization process is an exothermic process تؤدي إلى زيادة إلى heat of crystallization, زيادة درجة حرارة المحلول بسبب the formation of the solid. الارتفاع في درجة الحرارة يعتمد على درجة حرارة التبريد ودرجة the level of super saturation. من المشاكل التي تصاحب عملية البلورة أنه الزيادة في درجة الحرارة بواسطة the heat of crystallization تمتص بواسطة المحلول وبواسطة البلورات التي تكونت. فبالتالي قد تؤدي إلى انصهار جزء من البلورات التي تكونت. هذه المشكلة قد تسبب فقد للمنتج وبالتالي تقلل من كفاءة العملية. لكن هذه البلورات بعد أن تذوب يتحول هذا التركيز مرة أخرى إلى المظر لكر وبالتالي يرتفع من saturation level إلى super saturation level هذه النقطة مهمة للغاية على الطالب أن يفهم بأنه تبدأ عملية البلورة تستمر تتكون بلورات ترتفع درجة الحرارة جزء من هذه البلورات ينصهر بهذه الحرارة. اللا جود نيوز إنه البلورات التي تنصهر بهذه الحرارة دائما تكون ضعيفة هشة وفقدها نعم هو فقد لمنتج. لكن يبقى هذا المنتج في المظر لكر ونستطيع إعادة تدوير هذه العملية من أجل الحصول على المزيد من البلورات بتغيير ظروف التشغيل.